الله وكفى وصلاة وسلام على حبيبه المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم من اهتدى وبعد أعزاء المشاهدين والمتابعين أهلا وسهلا بحضراتكم في برنامج طاقة نور النهاردة هنتكلم عن صفة ذميمة وخلق قبيح وظاهرة انتشرت في مجتمعنا انتشار النار في الهشيم ففرقت أسرة وشردت أولادها وشتتت بين الرجل وزوجه عن داء يقود إلى المهالك من نجى منه فهو سالك ومن لم ينج منه فهو إلى المهالك هالك إنه داء الحسد وما أدراكم ما الحسد إنه ينهك الجسد ويخرق البدن ويورث الهم والغم الحسد هو أن تتمنى زوال النعمة من المنعم عليه أن تتمنى زوال النعمة من أخيك أو جارك أو صديقك لمرض في قلبك وقصور في عقلك وعدم رضا بقسم ربك لذا أنكر المولى سبحانه وتعالى هذا الداء على عباده وأمرهم أن يستعيذوا منه فقال سبحانه قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد فالحسد ذنب عظيم وهو أول ذنب عصي الله به في السماء فحينما أمر الله عز وجل الملائكة أن يسجدوا لآدم تكريما وتشريفا سجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى واستكبر حسدا لآدم فقال القرآن حكاية عن ذلك قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون هذا الأمر وهذا الحسد وهذه الظاهرة هي أول ذنب أيضا عصي الله به في الأرض فحينما قتل قابيل هابيل إنما قتله حسد حينما قدم قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر الحسد يا أحبابي إذا دب بين الإخوة فرق جمعهم وشتت شملهم فحينما رأى إخوة يوسف عليه السلام أن أباهم يحب يوسف ويفضله عليهم ماذا فعلوا أجمعوا على أن يتخلصوا من يوسف بقتله أو بنفيه وكل هذا إنما هو من قبيل الحسد لذا عرف سلفون الصالح خطورة هذا الأمر وأن النيات إنما تكون لله عز وجل فابتعدوا عن الحسد والحقد والغل لذا يقول الأصمعي رأيت أعرابيا عمره مائة وعشرين سنة فقلت له ما أطول عمره قال تركت الحسد فبقي الجسد والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه فقال لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تناجشوا سئل رجل ما بال الحسد أشد الناس غم دايما يخوانا بنشوف الرجل اللي بيحسد الناس دا دايما في غم وفي هم وفي كرب ما بال الحسد أشد غم قال لأنه أخذ بنصيبه من غم الدنيا هو أخذ نصيبه خلاص من الغم اللي في الدنيا وأضيف إليه غم حينما يرى الرجل مسرورا سعيدا ودايما لما بيشوف الناس فرحة مسرورة بيغتم فأضيف عليه غم آخر الفقيه أبو الليث السمرقندي يقول يصل إلى الحسد خمس عقوبات قبل أن يصل حسده إلى المحسود خمس عقوبات بتصل إلى الحسد نفسه قبل أن يصل حسده إلى المحسود غم لا ينقطع ومصيبة لا يؤجر عليها ومذمة لا يحمد عليها وسخط الرب سبحانه وتعالى وغلق أبواب التوفيق عنه كل هذه الأمور إنما تحصل للحسد بسبب حسده لذا أوجه رسالة من هذا المنبر وأنادي هؤلاء الذين يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضلي أقول لكم توبوا إلى الله عز وجل من هذه الصفة الزميمة فإنكم إذا ما تبتم كان الجميع بخير قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس بخير ما تركوا الحسد طالما أنت ما بتحسدش حد يبقى أنت بخير والغيرك بخير للأسف الشديد نرى أناسا الآن يحسدون بسبب أنهم يعني ليس لديهم مشاكل يحسدون بسبب أن الناس تحبهم الحسد لا يكون مقصورا على المال وفقط نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبعد عن هذه الصفة الزميمة دمتم لطيب المتابعة على أمل اللقاء بكم في حلقة جديدة وبرنامج طاقة نور